اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الرئيسية نرحل مع هذا الشوت ونتابع شاهين منصور بن سالم بن علي بن سليم من يقدمنا شاهين على المركز الأول يلي على المركز الثاني ثاير والسلطان بالحدي بنمصبح الاشتبيع على المركز الثاني أما المركز الثالث يأتينا متع براكان بن محمد بن سعيد بن سالم العملي يتقدم ثالثا المركز الرابع هذا شعار بن هويمل شعار بن هويمل على ظهر حرب محمد بن سعيد بن هويمل العامري والمركز الخامس المركز الخامس يأتينا شاهير راشد بن سلطان بن علي بن رشيد الاشتبيع والمركز السادس القادم أقول ضاري العبد بن حمد بن سليم هذه النتيجة مشاهدين متابعين الأعزاء للمراكز الأولى المتقدمة في هذا التحدي روح يا زهير الحق من المراكز الأولى نتابع الصدارة ونتابع البداية ونتابع التحدي بين بن سليم ومن عنده يتابع على المركز الأول الشعار اللي بدأ يفرض وجوده ويفرض هيبته ويفرض أيضا إدارته اللي هو ثاير وسلطان بن حدي بالمصبح الاشتبي من يقدم لنا ثاير وساير إلى مقدمة الشوط وينك يلي بتتحدى ثاير نعم منصور بن سالم بن عير بن سليم يقول أنا المتحدي أنا الموجود بالمركز الثاني والمركز الثالث يقول ضاري العبد بن حمد بن محمد بن سليم الذي يأتينا على المركز الثالث والمركز الرابع من نصيب مشكور خليفة بن سالم بضبيعة والمركز الخامس هناك مهاجر علي بن فايل العويسي هذه الأسماء ولكن قعودك غير يا سلطان يا سلطان قعودك غير في الأداء وفي المركز وفي الشعار متألق دائما ومن دفع وعصاف الأبطان أبدا ما حركه ما تحرك ولا أمر ولا كلم ولا أي كلمة أبدا صدرت من سلطان بالمصبح الاجتبين من يتقدم بالمركز الأول أجوه بالمركز الثاني بن سليم مع شاهيم والمركز الثالث هذا تحرك هذا تحرك وتحرك والجماعة تحرك والجماعة هو الهاجمين ظاري العبد بن محمد بن سليم الذي يأتينا على المركز الثاني والمركز الثالث أيضا يبغي لنصيب من النامود يلا يا راعي ذاير يلا يا راعي ذاير حاصر أنك لا هروب ولا مجال ولا عنه المحال ولا مفر من اليسار ومن اليمين والرابع خطير 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 غيار 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 الجعفري 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 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو المركز الثالث غيار سلطان بن عبدالله بن سعيد الجعفري 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 الخطورة ما زالت قايمة من الجعفري الخطورة ما زالت قايمة من الجعفري يحاول في اللحظات الأخيرة أن ينتزع المركز الأول من تحت أقدام متعب ولكن راكان راكان هو الأول راكان راكان هو الأول هو صاحب الناموس مع متعب راكان بن محمد بن سعيد العمري الثاني وصلنا الثاني اللي هو غيار سلطان بن عبدالله بن سعيد الجعفري والملك الثالث تاير سلطان بن حديب بن مصبح الاجتبي أربع دقائق تسعة وثلاثين ثانية أربع دقائق تسعة وثلاثين ثانية يهو شوت يهو شوت أتعبنا وياه شوت مثير شوت فيه يعني صراحة حماس وتحدي وإثار وقوة وعزم تهانينا تهانينا والنموس